إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزهي عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأكارم الأعزاء طبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم وتبوأتم من الجنة منازلا يقول الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وروا الطبراني من حديث محمد بن مسلمة الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعله أن تصيبكم نفحة فلا تشقون بعدها أبدا ونحن في هذه الأيام بين يدي نفحة عظيمة من نفحات الله عز وجل في أيام الدهر ألا وهي شهر رمضان وشهر رمضان أيها الأحبة جعل الله عز وجل فيه من الفضائل والمكارم ما لم يجعله لشهر غيره ومن أظهر هذه الفضائل أن رمضان شهر الغفران وشهر العدق من النيران في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمعوا إلى سبل ووسائل الغفران الكثيرة في هذا الشهر قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فوسائل وسبل الغفران في رمضان كثيرة ثم هو شهر العتق من النيران في حديث أبي هريرة كذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة إذن فرمضان فرصة فرصة عظيمة لنخرج منه بصحائف بيضاء قد غفل الله عز وجل لنا فيها ما تقدم من ذنوبنا وفرصة للعتق من النيران لذلك أيها الأحبة فقد حذر الشارع من مغبة دخول رمضان والخروج منه دون غفران في الحديث الذي يرويه ابن حبان من حديث مالك بن الحويرث قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم من بره يوما فرقى درجة ثم قال آمين ثم رقى الثانية فقال آمين ثم استوي على الثالثة فقال آمين فالصحابة يسمعون تأميناً ولا يسمعون دعاء فسئل النبي عن ذلك فقال أتاني جبريل فقال يا محمد ونأخذ موطني الشاهد خاب وخسر من أدرك رمضان فخرج منه ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين من يدعو على من ومن يؤمن جبريل الأمين يدعو على الذي يدخل عليه رمضان ثم يخرج منه دون أن يحصل الغفران ثم يؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راغم أنف رجل وفي رواية خاب وخسر من دخل عليه رمضان ثم انسلق ولم يغفر له لماذا؟ لماذا خاب وخسر؟ ولماذا بعد بعدا له في رواية أخرى الذي يدخل عليه رمضان ثم يخرج منه دون غفران لأن الله عز وجل جعل في هذا الشهر أسبابا كثيرة للغفران فلا يمكن لمسلم أن يخرج من هذا الشهر دون غفران إلا لو كان مقصرا معرضا ومن أعرض أعرض الله عز وجل عنه ولكن كيف؟ كيف نحصل أسباب الغفران في رمضان؟ أيها الأحبة لذلك أسباب متعلقة برمضان وأخرى متعلقة بهذا الوقت الذي نحن فيه ما قبل رمضان وهذا ما سنتناوله سريعا بإذن الله سبحانه وتعالى كيف نعرف؟ لنقف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان كيف كان هديه؟ كيف كان يستعد ويتهيأ الاستقبال رمضان ليحصل فيه الغفران والرحمات والبركات والعتق من النيران؟ في الحديث الصحيح الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صيام شهر إلا رمضان وكان أكثر ما يصوم فيه شعبان كان يصوم شعبان كله إلا قليلا شعبان الذي نحن فيه الآن بقي فيه عشر أيام فقط في الحديث الصحيح سأل أسامة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره من الشهور؟ قال يا أسامة هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم نقف مع هذا الحديث وقفا النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره يصوم شعبان كله إلا قليلا لماذا يا رسول الله؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان كثير من المسلمين يقبلون على رجب لأنه من الأشهر الحرم وفيه روايات كثيرة على فضلي وإن كانت لا تصح لكن الناس يقبلون على رجب إقبالا شديدا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده ناسا يصومون في رجب قال فأين هم من شعبان؟ بين رجب ورمضان رمضان الناس بطبيعة الحل بتجتهد في العبادة فأسقط شعبان من حسابات الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة في هذا الشهر الذي نحن فيه لأن كثيرا من الناس يغفلون عنه والعبادة أيها الأحبة في وقت غفلة الناس أجره عظيم كما في الحديث عبادة في الهرج كهجرة إلي وعظم الله عز وجل أجر الذاكرين الله في الأسواق لأن الأسواق موط يغفل الناس عن ذكر الله عز وجل الشاهد أن هذا السبب الأول الذي لأجله النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان أنه شهر يغفل عنه الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة في وقت غفلة الناس ثم وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله ترفع فيه الأعمال إلى الله أي أعمال أيها الأحبة نحن نتحدث عن شهر وبالتالي هذه أعمال السنة نعم قال العلماء إن صحائف المسلم صحائف السنة الكاملة ترفع إلى الله عز وجل كل عام في شهر شعبان ثم يبتدئ صحيفة الشهر الجديد من رمضان فبما تحب أن يختم لك هذا شهر الخواتيم والأعمال بالخواتيم هذا الشهر أيها الأحبة هو ختام العام ختام العام العملي ختام أعمال الزنة فيا من قصرت ويا من غفلت ويا من أذنبت لا بأس ما زالت الفرصة قائمة ما زالت الصحائف لم ترفع ما زلنا في شهر الخواتيم والأعمال بالخواتيم فاختم بخير أقبل على ربك في هذا الشهر صياما وقياما وذكرا وتوبة واستغفارا ليختم لك في هذا الشهر بخير عسى الله عز وجل أن يعاملنا بكرمه فيجري هذا الاجتهاد الذي نقوم عليه في هذه الأيام يجريه على سائر الصحيفة والله كريم الله كريم إذا أظهرنا الاجتهاد والإقبال على الله عز وجل في هذه الأيام وختمت بها الصحيفة فهي فرصة عظيمة لتطوى الصحيفة على خير وتختم على خير فاختم بخير ثم من أسباب كذلك اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان أنه يتهيأ فيه لاستقبال رمضان رمضان شهر الغفران والرحمات والبركات شهر العتق من النيران كان رسولكم صلى الله عليه وسلم يتهيأ لاستقبال هذا الشهر فكان يصوم شعبان كله إلا قليلا طيب هل نتهيأ في شعبان بالصيام فقط بالطبع لا فرمضان كما هو شهر الصيام هو أيضا شهر القرآن فالله عز وجل حين عرف رمضان في سورة البقرة في آيات الصيام بما عرفه قال شهر رمضان ماذا يا رب الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فعرف الله رمضان إلينا بأنه شهر القرآن فالارتباط وثيق بين رمضان والقرآن لذلك أنز بن مالك رضي الله عنه قال كان إذا دخل شعبان هذا الذي نحن فيه أقبل المسلمون وأكبوا على المصاحف يقرؤونها وأخرجوا زكاة أموالهم يعينون بها الضعفاء والفقراء على صيام رمضان والشاهد أن الصحابة كانوا يدركون والمسلمون الأوائل كانوا يدركون الثقة أو الصلة الوثيقة بين رمضان والقرآن فكان إذا دخل شعبان أقبلوا على القرآن تواتر في كلام السلف أنهم يقولون شعبان شهر القراء لكثرة ما يقبل المسلمون فيه على القرآن قراءة ومدارسة وتدبرا لماذا يتهيئون لرمضان رمضان شهر القرآن وتريد أن تكثر وتسارع وتسابق وتنافس إلى الله عز وجل في ميدان القرآن ونحن بطبيعة الحال حالنا مع القرآن طوال العام الله أعلم به فإذا جاء رمضان كيف لك تقبل مرة واحدة هكذا على القرآن أين سيكون حالك وقلبك مع القرآن ربما يمضي عليك نصف الشهر وأنت بعد لم تتأقلم على الأوراد وعلى طول القراءة لذلك حري بنا أيها الأحبة مع الصيام نكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر ونقبل على القرآن لعل الله عز وجل أن يفتح لنا في رمضان ماذا أيضا؟ رمضان كذلك شهر الجود شهر البذل والعطاء في حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس هكذا في المطلق وكان أجود ما يكون في رمضان فعطاء النبي في رمضان ظاهر وواضح وكان سلف هذه الأمة كما في الحديث الذي أو في الأثر الذي ذكرناه أنفا عن أنس يقبلون على القرآن وكذلك ماذا؟ ويخرجون زكاة أموالهم يعينون بها الفقراء والضعفاء على الصيام فهذا الوقت وقت إنفاق وقت إخراج الزكوات والصدقات وقت إنفاق على المساكين والضعفاء ليستعينوا بهذه الأموال على سد حاجتهم في رمضان ليتفرغوا للعبادة وأولى الناس بالإنفاق عليهم الآن وكذلك في رمضان شهر الجود هم أهلنا في غزة الذين يموتون جوعا الآن الذين يعيشون في حصار مطبط ووسائل إيصال الغوث والمال لهم موجودة متاحة لمن سعى وبذل الشاهد أيها الأحبة هذه الأيام أيام مجود وبذل وكرم وإخراج زكاة وصدقات فأقبلوا على الله عز وجل ماذا أيضا؟ رمضان شهر القيام رمضان شهر القيام كما في الحديث الذي مر معنا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأنا لنا أن نطيق طول القيام والقنوط بين يدي الله عز وجل في رمضان في خشوع وتدبر ما لم نستعد له من الآن؟ نصل العشاء ثم السنة ونذهب للنوم من الآن؟ من الآن ليأكل لك ورد من قيام الليل ولو ركعتين تطيل فيهما قليلا ولا بأس أن تقرأ من المصحف أو من الجوال ولكن هيئ قلبك وروحك وبدنك من الآن على القيام وعلى طول القيام حتى إذا أقبل رمضان كنت قد طرقت كل أبواب الخير الرمضانية وأنت بعد في شعبان عصى الله عز وجل أن يفتح علينا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وأيكم فاستغفروا فيا فوز المستغفرين الحمد لله وكفاء وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفاء لا سيما عبده المصطفى وصحابته وآل بيته المستكملين الشرفا روى أبو هريرة في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجان وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيلوا أيها الأحبة تخيلوا كرم الكريم سبحانه جل وعلا يغير لنا نواميس الكون وقوانين السماء والأرض ويهيئ لنا الأسباب لنقبل عليه ليغفر لنا ويرحمنا سبحانه وتعالى فتصفد الشياطين ومردت الجان يغير القوانين عالم الجن وتفتح أبواب الجنة فلا تغلق طوال الشهر وتغلق أبواب النار فلا تفتح طوال الشهر قوانين السماء تتغير لماذا؟ لأجلي ولأجلك الله يغير لنا القوانين ويهيئ لنا الأسباب لنتوب ونقبل ونرجع إليه سبحانه أليس أولى بنا وحري بنا أن نتغير نحن أيضا؟ نتغير من حال إلى حال هي أحسن نجتهد ونقبل على الله عز وجل ونستقبل رمضان بين يديه بتوبة توبة نصوح وباجتهاد وإقبال على الله عز وجل في كل أبواب الخير والبر والمعروف وفي هذا الحديث الآنف أمر عجيب إذا كانت أول ليلة أول ليلة هذه أيها الأحبة متى تبدأ؟ تبدأ من مغرب آخر يوم في شعبان فهذه هي أول ليلة من رمضان هل صام أحد بعد؟ هل قام أحد بعد؟ نحن بالكاد دخلنا إلى رمضان في أول ليلة بعد لم نصم ولم نقم ولم نصلي ومع ذلك لله عتقاء في هذه الليلة لله عتقاء في أول ليلة هل أنت جاهز أن تكون من هؤلاء العتقاء؟ هل أنت مستعد أن تكون في الصف الأول؟ فهم حتما للصف الأول كل ليلة فيها عتقاء أولئك الذين يعتقون في أول ليلة وهم بعد لم يصوموا ولم يقوموا ولم يصلوا لا بد أنهم قدموا أيها الأحبة وهذا ما ندعو إليه في هذه الأيام تقدم وتجتهد في أبواب الخير الرمضانية وأنت بعد في شعبان حتى إذا أقبلت رياح رمضان وجاءت أول ليلة كنت في الصف الأول كنت في تلك الفئة المؤمنة التي يمتن الله عز وجل عليها بأن تعتق من النيران في أول ليلة من رمضان وتدرون ما العتق؟ يعني لا نار العتق من النيران هو ختم النجاح لا نار لا ترى النار ولا تشم دخانها ولا تراها أبدا أول ليلة أعد لها من الآن اجعل أول ليلة في قلبك وفي عقلك وبين ناظريك من الآن وأعد لها ونحن بعد في شعبان نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا جميعا رمضان اللهم بلغنا وأهلنا وأحبابنا وإخواننا رمضان اللهم بلغنا رمضان وجعلنا فيه من العتقاء ومن المقبولين اللهم بلغنا رمضان وجعلنا فيه من العتقاء ومن المقبولين اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر دينك وأعز أوليائك اللهم انصر أهلنا في غزة اللهم انصر المجاهدين المرابطين في غزة اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم كلهم عون ونصيرا اللهم عليك بيهود اللهم عليك بيهود اللهم ارفع بأس يهود عن أهل غزة اللهم ارفع بأس يهود عن أهل غزة اللهم افرج عن إخواننا وأهلنا واستعملنا اللهم في ذلك اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق والقبول اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها اللهم لوجهك خالصة ولا تجعل فيها لأحد غيرك شيئا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة اشتركوا في القناة